ترقب واسع في منطقة الشرق الأوسط حول الرد الأمريكي على مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 34 آخرين في الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية خاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد على هذا الهجوم الهجوم الذي نفت إيران ظلوعها فيه يمثل تصعيدا كبيرا للتوترات التي تجتاح الشرق الأوسط وسط مخاوف من تحول الحرب في غزة إلى سراء يشمل جماعات مسلحة أخرى في بلدان عدة خاصة وأن الولايات المتحدة أشارت بأصابع الاتهام إلى الجماعات المرتبطة بإيران حول هذا الهجوم لكن ما طبيعة هذا الرد الأمريكي المتوقع على هذا الهجوم خبراء ومختصون يرون أن الولايات المتحدة ربما سترد عبر رسائل مباشرة إلى إيران أي تنفيذ هجمات ضد الجماعات المرتبطة بها في العراق أو سوريا أو في غيرها لكن قد يتم هذه المرة عبر تنفيذ ضربات هدفة ونوعية ستشمل الكثير من قواعد هذه الجماعات أما ما يجعل الرد الأمريكي حاصلا فهو وجود ضغوط من قبل الجمهوريين في الداخل الأمريكي حول ضرورة الرد كما أن الرئيس بايدن أمام انتخابات قادمة تفرض عليه تقديم ورقة تظهر قدرة إدارته على الرد لكن خبراء لا يرجحون الذهاب إلى إمكانية أن يشمل الرد الداخل الإيراني ليس ذلك فحسب بل يؤشر مختصون إلى أن بايدن قد يتجه أيضا إلى العقوبات الاقتصادية على إيران باعتباره ملفا من ملفات الضغط على إدارته من قبل الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في الكونغرس لا سيما في ظل الأصوات المتصاعدة من قبلهم بضرورة مواجهة إيران لا أن يكون الرد موجها إلى وحلها في المنطقة ترجمة نانسي قنقر